في هذه المياه في شبه الجزيرة الكورية يستمر التوتر لتحسين القدرة على مواجهة إمكانات كوريا الشمالية النووية والصاروخية تظهر تدريبات للقوات البحرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مضادة للغواصات تستمر يومين آخر تدريبات ضد الغواصات أجرتها الدول الثلاث كانت في سبتمبر الماضي وسط توتر بشأن عدد غير مسبوق من تجارب الصواريخ لكوريا الشمالية وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت إن التدريبات ستستخدم هدفا متنقلا للتدريب على الحرب المضادة للغواصات ما تسعى إليه هذه التدريبات التي تجرى في المياه الدولية قبال تجزيرة جيجو الجنوبية في كوريا الجنوبية تحسين القدرات اللازمة لاكتشاف وتتبع وتدمير التهديدات الكورية الشمالية تحت الماء تقول سيول يبقى الأمر اللافت مشاركة مجموعة حاملات الطائرات الأمريكية بخيادة يو اس اس نيميتز التي وصلت إلى مدينة بوسان بجنوب شرقي البلاد الأسبوع الماضي هذه التدريبات الثلاثية تأتي في وقت كشفت فيه كوريا الشمالية عن رؤوس حربية نووية جديدة أصغر حجما ليس ذلك فحسب بل تعهدت بيونج يانج بإنتاج وزيادة إنتاج وقود القنابل لتوسيع ترسانة البلاد النووية وتفخرت أيضا بما قالت إنها طائرة مسيرة قادرة على الهجوم النووي تحت الماء ما يبعث على القلق أكثر ما ذكره موقع بحثي أمريكي بأن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت مستوى عاليا من النشاط في الموقع النووي الرئيسي بكوريا الشمالية شبه الجزيرة الكورية تظل على صافح ساخن ومستوى التوتر غير المسبوق تخطت على إثره لغة التهديد بالحرب الكلاسيكية إلى التلويح بالأسلحة النووية شكرا